السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بأبنائي وبنات الطلاب وطلبات الصف الرابع على منصة البلس المباشر بالوزارة ودرسا جديدا من دروس الرياضيات يا صحابكم في رحلتكم مستر محمد ناجي معلم الرياضيات ومدارب مادة الرياضيات بالأكاديمية المهنية للمعلمين هنبدأ إحلة جديدة من التعلم ورحلتنا هنبدأ بقى في مراجعة عامة رقم واحد على ما تم دراسته في الفصل الدراسي الثاني مع نهاية هذا الدرس نتمنى أن نقدر نحل مساء المتنوعة على القصور الاعتيادي والعشرية كمان نقدر نحل مساء المتنوعة على إنشاء رسم بياني وتحليله إزاي نحل مساء المتنوعة على النقاط والخطوط المستقيمة والأشعة والأشكال الهندسية المستوية كمان نقدر نحل المتنوعة على زوايا الدايرة هننطلق برحلتنا ورحلتنا السؤال الأول فيها إختار الإجابة الصحيحة اتنين جزء من عشرة يعني اتنين من عشرة يعني اتنين على عشرة يعني المقام بتاعنا هيبقى كام المقام بتاعنا هيبقى عشرة يبقى اتنين والمقام بتاعي هيبقى عشرة بالشكل ده دي معناها اتنين من عشرة طيب انا اقدر اجيب كسر مكافئ يعني اقدر اجيب كسر مكافئ أقدر أزود صفر تحت على العشرة تبقى مية يبقى مين هو الكسر المكافئ ل 2 على 10 هو 20 على كام على 100 يبقى الاختيار بتاعه يبقى رقم با يبقى أنا أختار لنا رقم با هو الكسر المكافئ ل 2 جزء من 10 أكيدة بتاع لقية كسر اعتيادي تبقى 2 على 10 أقدر أزود صفر فوق وأقدر أزود صفر تحت تبقى 20 على 100 تعالوا نشوف السؤال الثاني أيًا مما يلي يمثل الشعاع A B خلي بقى إحنا بنقرأ من اليسار لليمين يبقى لازم الإيه هو نقطة بداية الشعاع والB هو نقطة الإيه النهاية أو في اتجاه النهاية لأن إحنا عارفين إن الشعاع له نقطة بداية وليس له نهاية يعني ماشي في الاتجاه ده يبقى إذن الشعاع بيبقى ليه نقطة إيه بداية وما لهش نقطة نهاية يعني هنا بقى في إيه سهب يبقى نقطة البداية هنا ودي نقطة ايه اتجاه السهر فبيبقى ايزا من هنا يبقى مين هيبقى هنا الايه لانها قال لي ايه بي بقرة من اليسار لليمين يبقى البي تبقى فين يبقى البي هنا في اتجاه مين في اتجاه النهاية يبقى الاختيار بتاعه يبقى رقم ايه رقم بق اللي هو الشعاع ايه بي يبقى اختار رقم البق تعال لنشهiani سؤال التاني الشاك المقابل يمثل مستقيمين ايه لو انا بصيت على المستقيمين المرسومة عندي من هم المستقيمين برافو عليكم لا يصنع زاوية قائمة يعني دي مثل زاوية قائمة دي زاوية حادة يبقى ده كده زاوية حادة والمقابل لها زاوية حادة وفوق زاوية منفرجة وتحت زاوية منفرجة يبقى إذن المستقيمين ما لهم؟ متقاطعين. يبقى إذن لو المستقيمين متوازيين اللي هم بيبقى إيه؟ لا يوجد منهم متقاطع أسميه توازي. المتعامدين يعني بيصنع إيه؟ أربع زوايا قائمة. طبعا ده ما كانش يصنع أربع زوايا قائمة. وبالتاني لا ما ينفعش يبقى إيه؟ ما ينفعش يبقى متعامدين. تعالوا نشوف اللي بعدها تلت ضرب ثلاثة. هنا نعمل إيه؟ الثلاثة دي مقامها الكام؟ الثلاثة دي مقامها واحد شطار. يبقى هاختصر أو أضرب بسط ببسط. واحد ضرب ثلاثة تقولي بتلاتة. تبقى المقام ثلاثة ضرب واحد برضو بتلاتة. نبدأ نختص التلاتة على الثلاثة ممتازين فيها الكام فيها الواحد. يبقى الاختيار رقم جيم اللي هو كام اللي هو واحد. تبقى نشوف السؤال اللي بعد كده. عايز يقارن ما بين مين ومين؟ ما بين الشكل اللي هو تمانية جزء من عشرة. وتمانية وسبعين جزء من مية. في مقارنة الكسور العشرية لازم أول حاجة تساوي لإيه المنازل. هلاقي ده عنده كم رقم عشر؟ هلا ده عنده رقمين عشرين. تبقى ده رقم عشري واحد بس ما مش هلا التمانية. يبقى لازم أزود صفر هنا إيه قبل التمانية. عشان يبقى عندي ده رقمين عشرين وده رقمين عشرين. نبدأ نقارن هلاقي ده أصبح كام؟ أصبح تمانين. وده بقى تمانية وسبعين. يبقى مين الأكبر؟ يبقى التمانين أكبر. يبقى احنا هنعمل علامة أكبر مين؟ إن التمانين هي أكبر من كام؟ أكبر من التمانية وسبعين. شوف السؤال اللي بعد كده. الواحد الصحيح بيكافر كم جزء من مية؟ لما جاكتب واحد صحيح. لما جاكتب ديه الواحد الصحيح بالشكل ده. أقدر أكتبه كم جزء من عشرة؟ أقدر أقول عليه بيساوي عشرة على عشرة. يعني عشرة على عشرة؟ يعني عشرة أجزاء من عشر أجزاء. يبقى عشرة من عشر أجزاء. طيب لو عايزوا أجزاء من مئة يبقى بيساوي مية على مية. يبقى الواحد الصحيح بيساوي مية على كام على المية. يعني مية على مية؟ يعني بواحد صحيح. يبقى إذن عشرة على عشرة بواحد صحيح. ومية على مية بواحد صحيح يبقى إذن الواحد الصحيح يكافي كم جزء من مئة أقوله بيكافي مية جزء من مئة بيكافي قد إيه مية جزء من المئة نشوف السؤال بعد كده ما اسم الشكل المقابل تعال بص على الشكل اللي قدامنا ده ألاقي رسم عمود باللون الأزرق لازق في عمود باللون الأحمر عمود باللون الأزرق لازق في عمود باللون الأحمر وقال لي أن اللي بالأزرق ده الصف الرابع واللي بالأحمر ده الصف الخامس ده اسمه إيه؟ رافوا عليكم اسمه الأعمدة المزدوجة لأنه لازق عمودين في بعض يبقى ده عمود وده عمود يبقى عمودين مزدوجين يبقى إذن هل نختار بقم آلف تمثيل بياني بالنقط؟ أقول له لأ هل نختار تمثيل بياني بالصور؟ برضو لأ تمثيل بياني بالأعمدة لأ ده لتنفع تمثيل بياني بالأعمدة مين؟ بالأعمدة المزدوجة يبقى أختار تمثيل بياني بإيه؟ بالأعمدة المزدوجة تعالوا بقى نشوف السؤال التاني أكمل ما يأتي بيقول لي التمثيل البياني المناسب عشان أقارن ما بين مجموعة من مين ومين من الأولاد والبيانات والبيانات يبقى ده كم نوع من البيانات كده نوعين من البيانات نوعين من البيانات برافو عليكم يبقى عشان أقارن نوعين بالبيانات زي اللي فاتت بالضبط زي التمثيل اللي أنا كنت لسه كاتبه آه كنت بقارن ما بين الصف الرابع والخمسة يعني نوعين من البيانات يبقى اسمها أعمدة ايه مزدوجة يبقى ما هو التمثيل البياني المناسب؟ أكتب كده إيه الأعمدة، يبقى الأعمدة إيه التمثيل، يبقى نكتب كده التمثيل، يبقى التمثيل البياني، يبقى التمثيل البياني بالأعمدة المزدوجة، يبقى ذاك كده إيه؟ يبقى أنا أقدر هنا أقدر أرسم أو أمثل مقرمة بين نوعين من البيانات، يبقى بالإيه التمثيل البياني بالأعمدة المزدوجة. يبقى هنكتب كده بالأعمدة المزدوجة. يبقى كده أنا بقارن ببقى بين نوعين من البيانات المزدوجة. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده فيه أكمل الإجابة الصحية. بيقول عدد قصول الوحدة ما هو كسر الوحدة؟ كسر الوحدة اللي بصته واحد. يبقى ما معنى كسر الوحدة اللي بصته واحد. ما عدد قصول الوحدة فيه الكسر أربعة على سبعة؟ برافو عليكم. مش إنت بتقول لي اللي بصته واحد؟ يبقى شوف اللي أربعة دي فيها كام واحد؟ برافو عليكم فيه أربعة. يبقى روح وأخذ اللي إيه؟ البصت. يبقى ثاني. لما يقول لي عدد قصول الوحدة اللي موجودة في الكسر اعتيادة أربعة على سبعة. يبقى أخذ الرقم الموجود في البصت واكتبه. ليه؟ لأن كسر الوحدة هو اللي بسطه واحد، يبقى شوف الأربعة فيها كم واحد، برافو عليكم فيها ايه؟ فيها أربع من الوحدات، تاب اللي بعدها، قياس الزاوية المستقيمة ممتازين، الزاوية المستقيمة بكام؟ بمية وتمانين درجة، تاب لو قال لي قياس الزاوية القائمة، برافو عليكم تسعين درجة، يبقى هو كان عايز قياس الزاوية مين؟ المستقيمة، يبقى أكتب قياس الزاوية المستقيمة كام؟ مية وتمانين درجة برافو عليكم يبقى ميجي سألني ما هو قياس الزاوية المستقيمة يبقى هكتب كام مية وتمانين درجة ولو سألني على الزاوية القائمة لو قال لي كده الزاوية القائمة لو قال لي ما هي وقياس الزاوية القائمة يبقى كنت هكتب كام برافو عليكم كنت هكتب تسعين درجة يبقى قياس الزاوية القائمة هيساوي تسعين درجة. هيساوي كم يا ولاد؟ هيساوي كده تسعين درجة. يبقى يساوي قد يا ولاد يساوي تسعين ايه درجة. طيب تعالوا نشوف السؤال بعد كده. بيقول عايز اضع ده في صورة كسر غير فعلي. يعني كسر غير فعلي? الكسر غير فعلي اللي بسته اكبر من مقامه. يبقى المقام هنا اللي هو كام? خمسة. هو طبعا العدد الكسر اللي عندي كام? اتنين صحيح. وخمس. يبقى المقام بتاعك كام برضو عليك. المقام هنا خمسة. يبقى اروح منزل المقام اللي تحت خمسة زي ما هو. واضرب الاتنين في الخمسة. اضرب الاتنين في كام? الاتنين في الخمسة. وبعد كده ازود عليه واحد اللي موجود فوق. يبقى اتنين في خمسة وبعشرة وزود عليها واحد يبقى احداشر يبقى روح كاتب حداشر على كام يبقى احداشر على ايه الخمسة يبقى انا كده حولت الكسر غير فعلي طب ناخد مثال تاني لو مسلا قال لي ايه تلاتة صحيح وربع تلاتة صحيح وواحد على كام وواحد على اربعة عايزة حوله الكسر غير فعلي برافو عليكم اول حاجة ننزل مين اروح منزل المقام اللي عندي اللي هو الاربعة طب وبعدين هدرى بالتلاتة فاربعة والناتج اللي يطلع يجي معا لي واحد تلاتة فاربعة باتناشر واجمعا ليهم واحد يبقى تلاتاشر يبقى تلاتاشر على كام يبقى تلاتاشر على اربعة اللي بعدها الشكل المقابل يمثل كام مستقيم يمثل مستقيمين ما لهم متوازين يبقى المستقيمين اللي مرسوموا قدامي دهم ما لهم متوازيين. ليه مستقيمين متوازيين لأنهما ايه؟ لم يتقاطع. لا يوجد بينهم تقاطع. التقاطع ما بينهم ايه؟ فاي. يعني لا يوجد تقاطع. يبقى عندي هنا مستقيم يوازي مستقيم عامل زي شريط ستة ايه؟ القطار. يبقى ايزا المستقيمين ما لهم؟ اقول له المستقيمين اللي في الشكل امامهم متوازيين. تعالى اللي بعدها. عدد خطوط التماسل. يعني خط التماسل. هو الخط الذي يقسم الشكل للنصفين متساويين. فيبقى انا عايز عدد خطوط التماسل لمين؟ للمربع. ادي مربع. يبقى عندي خط تماثل يمر بالرأس. يبقى ده خط تماثل. اسمه لنصفين متساويين. وده ايضا خط تماثل. اسمه لنصفين متساويين. ولو اقدر اجيب من وسط كده خط تماثل. يقسمه لنصفين متساويين. وايضا هنا خط تماثل. يبقى عندي كم خط تماثل؟ برافو عليكم المربع عنده أربع خطوط تماثل. طب ما عدد خطوط التماثل للمستطيل؟ ممتاز. اثنين. طب ما عدد خطوط التماثل المعين؟ شاطر. اثنين. طب عدد خطوط تماثل المتوازن الأضلع؟ سفر. ربه عليك. طب عدد خطوط التماثل للدائرة؟ عدد لا نهائي. طب عدد خطوط التماثل المسلس المتطابق الساقين؟ واحد. شاطر. عدد خطوط التماثل المثلث المتساوي الأضلاع ممتاز ثلاثة عدد خطوط التماثل المثلث المختلف الأضلاع برافو عليك سفر مفيش أحسنتم تعالوا نشوف السؤال بعد كده عايز يوجد ناتج إيه الجمع بيقول لي هنا المقامات خلي بالك أن المقامات بتاعتك مالها المقامات هنا متساوية يبقى هعمل إيه هروح منزل إيه المقام بتاعي اللي هو المتساوي المقام هنا تسعة وينة تسعة هنا تسعة يبقى أنا هكتب المقام عندي تسعة واروح جمع بقى البسط أربعة زائد تلاتة سبعة سبعة زائد اثنين برافو عليكم تسعة يبقى تسعة على كام يبقى تسعة على تسعة 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 فيها الكام شطار فيها الواحد الايه الصحيح تعالوا نشوف السؤال بعد كده ما نوع الزاوية في الشكل المقابل هلاقي أن الزاوية بتاعتك عملة ايه عملة زاوية مربعة الزاوية المربعة دي يعني ايه أعمل كده مربع أهو، يبقى دي زاوية إيه قائمة، ليه زاوية قائمة؟ لأنها صانعت زاوية مربعة، يبقى دي زاوية نوعها إيه قائمة، تبقية الزاوية القائمة لسه كتبها من شوية كم؟ برافو عليكم ٩٠ درجة يبقى إذا ما نوع الزاوية هنا في الشك، هنا دي زاوية إيه زاوية قائمة؟ لأنه عملت إيه مربع؟ اللي بعدها، سؤال التالي تختاري اجابة صحيحة. عايز نكتب العدد ده بالصيغة مين? القياسية. تعال نكتب العدد بتاعي بالصيغة القياسية. انا لازم اعمل ايه? لازم اقرأه. بيقول لنا ستة وعمل فصلة مقلوبة. خلي بالك ان الفصلة المقلوبة دي بتفصل ما بين مين? ما بين العدد الصحيح والكسر العشري. يعني الستة دي اللي قبل الفصلة المقلوبة ده عدد صحيح. يعني اكتب ستة صحيح. ادي ستة صحيح. واعمل ايه? ونزل العلامة العشرية. وخمسة وسبعون جزء من مئة. يبقى هكتب هنا خمسة وسبعون. يبقى اصبحت ستة صحيح. وخمسة وسبعين جزء من مئة. يبقى الاختيار رقم كام? الاختيار رقم دال. يبقى انا اختار رقم دال. لانه بيقول لي ستة صحيح. وخمسة وسبعون جزء من كام? جزء من مئة في الصيغة القياسية طيب اللي بعدها ما الذي له نقطة بداية وليس له نهاية مين اللي عندي ليه بداية وملوش نهاية برافو عليكم الشعاع ليه لاني قال لي نقطة بداية ادي نقطة البداية اهو ارسمه قال لي ليه نقطة بداية فعملت نقطة بداية وبعدين امد الخط قال لي ملوش نهاية طالما ملوش نهاية بقى اعمله ساهمي كده يبقى مين الشكل اللي انا رسمته ده برافو عليكم الشعاع يبقى الشعاع لها بداية ومالوش ايه نهاية طب القطعة المستقيمة لها بداية ولها نهاية طب الخط المستقيم ليس له بداية وليس له نهاية طب والنقطة شابه النقطة للبداية لنا رسمتة هنا فين في الشعاع طب السؤال بعد كده قيمة الكسل العشر المقابل نشوف الاختيارات لو انت خدت بالك هتلاقي ده مظلل كله الشكل ده مظلل كله يعني مظلل الميت مربع كلهم ما دي 100 مربع يبقى ده يعتبر قد ايه ده يعتبر واحد صحيح لانه ظلله كله يبقى ده واحد صحيح وبعدين اعمل بقى العلامة العشرية تب الجزء المظلل هنا الاقي دهم عشرة دهم عشر مربعات ودهم ثلاثة يبقى كام يبقى 13 يبقى ايزا بقت واحد صحيح و13 جزء من مية يبقى الاختيار رقم ايه الاختيار رقم جيم ليه اخترت رقم جيم لانه ظلل كل ده ظلل ده كله بواحد صحيح يبقى كتبت واحد صحيح وهنا ظلل عشر مربعات اهيه وتصالل لنا تلاتة بقى و13 يبقى 13 جزء من مية بقى واحد صحيح و13 جزء من كام و13 جزء من مية فاخترت رقم جيم بيقولي 93 جزء من مية اكتبها ازاي سهلة جدا 93 يبقى اكتب 93 جزء من مية يبقى العلامة العشرية بتاعتي بعد رقمين تماما رقمين احط العلامة العشرية وحط الصيف تبقى تصبح 93 جزء من مية يبقى الاختيار بتاعي يبقى رقم ايه رقم الف اللي هو 93 جزء من المية تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده الصيغة القياسية عايز اكتب الصيغة القياسية للعدد ده 3 احد يبقى في خانة الاحاد اكتب 3 و 4 جزء من مية طبعا المفروض بعد الاحاد قضع العلامة العشرية ويبقى فيه جزء من عشرة فين فيه جزء من عشرة ما قال ليش يبقى هاحفظ خانة الجزء من عشرة بصفر اهو طب وبعدين في الجزء من مية 4 يبقى هكتب 4 في خانة الجزء من كام من مية يبقى قال لي الاول 3 في خانة الاحاد كتبت في الاحاد 3 وضعت العلامة العشرية دورت على كلمة جزء من عشرة ما لقيتش كتبها فروح تحفظ مكانها بصفر وقال لي 4 في الجزء من مية فكتبت 4 في خانة الجزء من مية يبقى 3 صحيح و 4 جزء من مية يبقى الاختيار بتاعي رقم جيم تعالوا نشوف اللي بعدها الصيغة الممتدة عايز اكتب صيغة العدد ده يبقى هابدأ اكتبه من اليمين اول رقم عندي مين التمانية روح تكاتب التمانية اهي ليتبع عنديها اربعة احط سفر مكانها قابلت العلامة العشرية انزلها قابلت الخامسة احط مكانها سفر كده انا كتبت التمانية جزء من مية اقول له زائد ايه يجي دور مين الاربعة جيبها هكتب الاربعة بالشكل ده قابلت مين بعد الاربعة العلامة العشرية انزلها قابلت الخامسة احط مكانها سفر كده انا كتبت الاربعة اللي مقودة في خانة الجزء من عشرة يجي دور مين العالمة العشرية خلاص أنا كتبتها يجي دور الخمسة تكتب لوحدها ما فيش أرقام بعدها يبقى إذن العدد بتاعي هيبقى 8 جزء من 100 زائد 4 جزء من 10 زائد 5 ألاقي أني واحدة ألاقي رقم دال هي المشابهة للأنا كتبته يبقى أنا أختار رقم دال ليه 8 جزء من 10 زائد 8 جزء من 100 زائد 4 جزء من 10 زائد مين زائد 5 تعالوا نشوف اختار الإجابة الصحيحة أيضا 12 على 10 ألاقي هنا إيه البسط اللي فوق كام 12 أكبر من مين أكبر من المقام البسط أكبر من المقام يبقى ده مكسر غير فعلي أشوف اللي 12 فيها كام عشرة برافو عليكم فيها واحدة يبقى فيها عشرة واحدة بس يبقى واحد صحيح طب والمقام ينزل زي ما هو بالشكل ده طب لما الـ 12 أخذت من عشرة واحدة عشرة كاملة يبقى فاضل كام يبقى باقي 2 يبقى اللي فوق ده مين اللي اتنين لفوق دي ايه ده الباقي والمقام عشرة نزل زي ما هو طب الواحد ده جبته منين لما أسمت 12 على عشرة طلع فيها الواحد يبقى الناتج بتاعي واحد واتنين على عشرة أبص على الاختيارات ما فيش ليه لأن لسه 2 على عشرة دي ننفع نختصرها ازاي؟ نقسم البسط اللي فوق ده على 2 يبقى أقسم الـ 2 على 2 واقسم العشرة اللي في المقام دي كمان على كام؟ على 2 هاي بالشكل ده هقول له كده يساوي أبدأ اختصر يبقى نزل الواحد صحيح زي ما هو وأبدأ أقسم البسط اتنين تقسيم اتنين تقولي فيها الواحد شطار تبقى عشرة تقسيم اتنين فيها الخمسة يبقى يطلع واحد صحيح وخمس يبقى أنا كده قدرت أحلي رقم إيه رقم ب تعالوا نشوف السؤال الرابع أجب عما يأتي لدى أمير خمستاشر من الكعك إذا أكل سلسق سلسق هذه الكعكات طالما عطيني الكسر اللي كله وعطيني جميع الكعكات التي كانت لدي عايز عدد بقى الكعكات اللي أكلها يبقى هنضرب السلسق كام في خمستاشر يبقى أقول له أنا كان عندي خمستاشر كعكة بالشكل ده أروح أضربها في كام أضربها في واحد على تلات أضربها في التلت أو بالشكل ده يلا نبدأ نختصر نختصر مين مع مين نختصر التلاتة مع الخمستاشر تلاتة على التلاتة تقول لي فيها الواحد وخمستاشر على التلاتة فيها الخمسة أضرب خمسة في واحد يطلع بكام بخمس إيه كعكات يبقى هو كان لدي إيه خمس إيه خمس كعكات طيب أنا لو أنا عايز أعملها بشكل تاني أنا عايزة أي قسمة لأتلات يبقى هاعمل أهو بالنمازج يبقى أنا هاقدر أعمل كده تلات نمازج أو تلات مجموعات أدي مجموعة اتنين تلاتة واروح مقسم جواهم بقى كام أقسم جواهم خمستاشر كعكة يبقى هادي للجزء الأول ده أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر لو بصت على كل مجموعة تلاقي فيها خمس شرط وفعلا طلعت بكام بخمسة يبقى أقول له خمس إيه خمس من الكعكات يبقى أنا كده قدرت أجيب إيه اللي أكله أمير السؤال اللي بعد كده بيقول لي ارسم زاوية قياسها كام خمسة وسبعين درجة طبعا أنا عشان أرسم زاوية محتاج إيه محتاج المسطرة والمنقلة طبعا اتأعي محتاج المسطرة في إيهه مستر عشان أرسم مين شوعاع البداية يبقى أنا أجيب المسطرة بتاعتي وارسم شوعاع بمحاذاة مين الخط ده أو رسمت الشوع أشيل بقى المسطرة عندي دي نقطة مين دي نقطة البداية نقطة بداية الشوع دي حط عليها إيه أحط عليها مركز المنقلة يبقى أجيب المنقلة وضعت مركز المنقلة هو على خط إيه على نقطة البداية وخط السفر انطبق على مين على الشعاع شوف تحتها سفر أهي وأبدأ أعدي منين أعدي من هنا أعدي من عند مين من عند الإيه أيوة من عند خط السفر أعدي من عند خط السفر ما عديش بقى من النحية التانية لأن الخط موجود هنا على يمين يبقى أقول له سفر عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين ستين سبعين بس أنا عايز خمسة وسبعين يبقى في الوسط ما بين مين ومين ما بين السبعين والثامنين هنا في الشرطة عند الشرطة الطويلة يبقى أنا أحد يدينا أحط إيه أحط نقطة هنا باللون الأسود أهو طب وبعدين أشيل بقى من المنقلة واجيب المصطرة ووصل نقطة بداية الشعاع بالنقطة اللي أنا حدتها عند الخمسة وسبعين يبقى أنا أروح موصل للنقطتين ومبعدين بالمصطرة كده يبقى أنا كده رسمت زاوية قياسة كام خمسة وسبعين درجة تابلع وعايزي حدد نوعها الخمسة وسبعين دي أقل من كام أقل من تسعين يعني أقل من القائمة يبقى إذا إنا نوعها إيه حادة لأن أقل من تسعين يبقى إذا نوع زاوية بتاعتنا هنا إيه حادة يبقى نوع الزاوية إيه ولاية حادة بقى أنا كده عطيني تمثيل بياني بالإيه بالأعمدة المزدوجة ليه لأن صنعني عمود باللون الأزرق وعمود باللون البرتغاني أزرق وبرتغاني أزرق وبرتغاني وقال لي خلي بالك إن الأولاد هما اللي باللون الأزرق والبنات هما اللي باللون إيه البني ده يبقى أنا عندي هنا نوع الرياضة المفضل مين كرة اليد والسباحة وكرة السلة طيب والأولاد قال لي 2-4-6-8 دي الأعداد بتاع الأولاد والبنات طيب ما تيجي نكتب على كل عمود اللي بيمثله يعني إيه يا مستر يعني عمود الأزرق ده واصل عندي مين واصل عندي 6 يبقى هاكتب كده عندي 6 أولاد لأن الأزرق ده بتاع الأولاد طيب والبنات اللي بالبني 4 ليه لأن العمود قصادر الأربعة يبقى إذا اللي بيفضل كرة اليد من الأولاد 6 واللي بيفضله من البنات 4 نيجي للسباحة برضو واصل عندي مين عند العشرة يبقى السباحة كام عشرة بالشكل ده لو البنات برضو عشرة يبقى ما هي الرياضة التي تساوى فيها عدد البنات والأولاد أقول له هي رياضة مين رياضة السباحة نيجي لكرة السلة العمود الأزرق ده بتاع مين الولاد أمشي معا كده قصاد مين اللي هي قصاد الـ 12 يبقى أنا هكتب هنا كام هكتب هنا 12 طيب والبني ده أمشي قصاد مين قصاده يطلع عندي 8 يبقى إذن اللي يفضل كرة السلة من الأولاد 12 ومن البنات 8 تعالوا نشوف الأسئلة بيقول لي ما عدد البنات التي يفضلنا السباحة نروح عندي السباحة والبنات هما اللي باللون البنية لايهم كام أنا كاتبهم فوق عشرة يبقى عددهم كام يا أولاد برافو عليكم يبقى هنكتب هنا كده عدد البنات اللي يفضلوا السباحة هم عشر إيه بنات تعالى السؤال التاني ما عدد الأولاد اللي بيفضلوا كرة السلة أروح عندي كرة السلة العمود الأزرق ده بتاع الأولاد أليهم كام برافو عليكم 12 يبقى هكتب هنا كام يا أولاد برافو عليكم هكتب 12 يبقى إذن هروح إيه كاتب 12 تعالوا نشوف اللي بعدها ما الرياضة التي يفضلها نفس العدد برافو عليكم السباحة العمودين المتساويين هنا الأزرق مع البني هو مين السباحة يبقى الرياضة اللي بيفضلها نفس العدد أكتب إيه السباحة إيه بالشكل ده يبقى أنا كذبت مين عاد إيه الرياضة التي يفضلها نفس العدد وجدت مين السباحة هي الرياضة التي يفضلها نفس مين نفس العدد طيب يبقى أنا تعلمت إيه النهاردة اتعلمت زي أحل مساء المتنوعة على الكسور الاعتقدية والعشرية قدرت أنشئ رسم بيانه وحلله اقدر تحل مساء المتنوعة على الخطوط والنقط والأشياء والأشكال الهندسية وكمان أساءل مساء المتنوعة على زواية دايرة إلى هنا نص الناس حلقتنا لهذا اليوم على أمل لقاء بكم في حلقات قادمة كان أصحابكم وفرحاتكم مستر محمد ناجي معلم الرياضيات ومدارة مادة الرياضيات بالأكاديمية المهنية المعلمين في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته